قال وزير الخارجية السعودية عادل لجبير أن الدول المشاركة في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب ستتبادل المعلومات الأمنية فيما بينها بالإضافة لإجراء تدريبات مشتركة ونشر قوات على الأرض إذا لزم الأمر ولم يسب عادل لجبير خلال مؤتمر صحفي في باريس احتمال إرسال قوات على الأرض إلى الدول التي يضربها الإرهاب وأوضح أن القرارات ستتخذ وفق كل حالة على حدى